الحجة هيعمل إيه قبل ما يطلع من البيت وإحنا طبعا الحديث بقية إحنا قلنا إما أن يحرم من بيته وإما أن يحرم من المطار وإما أن يحرم من الطائرة عند الميقات وكلنا هناك مواقيت زمنية وهناك مواقيت مكانية لأهل مصر الجحفة اللي بتسمى رابط ما قبل أنا حر أحرم في أي وقت ممكن اللي بيست ملابسي في بيتي واستعديت ورحت المطار صليت ركعتين وقلت لبيك اللهم أو بعد فريضة أو بعد أي صلاة وقلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ويبدأ يلبي هنا محذورات الإحرام بدأنا خلاص بشكل رسم محذورات الإحرام سواء فعلت ذلك في البيت أو في المطار ممكن أعد نفسي في البيت وما فعلش ذلك في المطار أفعل ذلك وأنا في الطائرة أصلي ركعتين وأنا في الطائرة ثم أقول لبيك اللهم قبل الميقات أو عند الميقات وليس بعد الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ويبقى كده بدأت تلبية وبدأت محذورات الإحرام لو عدى الميقات تجاوز الميقات بدون إحرام نم في الطائرة وما سمعشي وهم عملين احنا على مقربة من الميقات وإلى آخره يبقى هنا أقول له إرجع بس مش هستطيع يرجع يبقى واجب هنا ترك واجب من واجبات الحج الإحرام ده روك لكن الإحرام من الميقات واجب ترك واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويحرم من حيث هو